اشتركوا في القناة لنرى اهداف درسنا لهذا اليوم قراءة الانشودة قراءة جهرية سليمة مراعاة المدود التشكيل وتمثل المعنى التمييز بين انواع التنوين الفتح الضم الكسر تمييزا سليما التمييز بين المد بالواوي والياء والألف تمييزا سليما تمييز الحروف المشددة لفظا تمييزا سليما اذا هل انتم مستعدون هيا بنا نبدأ قراءة الانشودة رفيق الروح والقلبي له ودي له حبي اسائل عنه ان يغبي لأحظى منه بالقرب وفي فرحي وفي كربي اراه دائما جنبي وفي جدي وفي لعبي يزاملني بلا تعبي اذا ادعوه في طلب يلبي راضيا طلبي تصادقنا على الادب تصافينا بلا غضب احسنتم بارك الله فيكم انشودة رائعة جدا هيا بنا لنستخرج الكلمات الممدودة واضعها في الجدول رفيق الروح والقلبي له ودي له حبي اسائل عنه ان يغبي لأحظى منه بالقرب وفي فرحي وفي كربي اراه دائما جنبي اذا الان يا ابطال لديكم دقيقتان قوموا باستخراج الكلمات الممدودة سواء مد بالألف او بالواو او باليا هيا نبدأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيا كم كلمة استخرجتم؟ لنرى معا إذن الإجابات الآن أسائل هي مد بالألف أحسنتم؟ هل هناك كلمة أخرى بمد الألف؟ لنرى أراه أحسنتم بارك الله فيكم الكلمة التالية الروحي وهي مد بالألف؟ أحسنتم؟ أحسنتم؟ هناك إجابات متنوعة هناك إجابات متنوعة إذن هناك كلمات أخرى فرحي كربي جنبي أحسنتم؟ أحسنتم؟ بارك الله فيكم هيا نقرأ هذه الكلمات وأنتبه للحرف المشدد هل لاحظتم الحروف المشددة يا أبطال؟ نعم إنها الحروف التي تحتوي على شدة نحن الآن وصلنا إلى مرحلة لنعرف فيها أن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفان متكرران يجب أن يكون حرفا واحدا تعلوه الشدة مصاحبا إليه الحركة أحسنتم؟ بارك الله فيكم هيا نستخرج الكلمات المنونة ونضعها في الجدول أحسنتم؟ لدينا هنا تنوين بالضم أحسنتم؟ تنوين بالفتح هذا رائع وتنوين بالكسر أبدأتم؟ هيا وفي فرحي وفي كربي أراه دائما جنبي وفي جدي وفي لعبي يزاملني بلا تعبي إذا أدعوه في طلب يلبي راطيا طلبي هيا يا أبطال لديكم الآن دقيقتان قوموا باستخراج الكلمات المنونة وضعوها في الجدول أنا بانتظاركم شكرا 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 هيا لنرى الإجابات معاً ودققوا على إجاباتكم كلمة كلمة دائماً تنوين بالفتح أحسنتم؟ راضياً تنوين بالفتح أحسنتم؟ طلب تنوين بالكسر رائع أحسنتم يا أبطال إذن قاعدة تنوين الفتح هي هي نون ساكنة تلحق بآخر الإسم لفظاً لا كتابة عبارة عن فتحتين توضع في الحرف الأخير توضع ألف العواض بعد جميع الحروف المنونة بالفتح عدى التاء المربوطة والهمزة المسبوقة بألفاً مثل جنة رحبة سماء دعاء ماء أحسنتم يا أبطال هيا لنكتبوا معاً الكلمات التي نسمعها جهزوا أمامكم سبورة أو ورقة خارجية لتقوموا بكتابة الكلمات هيا هل أنتم مستعدون؟ سنبدأ بعد دقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الكلمة الأولى كرة 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 هيا نرى الكلمة هل كتبتوها بشكل صحيح؟ أحسنتم بارك الله فيكم هيا نكتب الكلمة الثانية جربوا حاولوا كذا مر يا أبطال الكلمة الثانية ساعة ساعة هيا لنرى الكلمة ساعة هل كتبتوها بشكل صحيح؟ أحسنتم يا أبطال هذا رائع الكلمة الثالثة هل أنتم مستعدون؟ هيا نسمع الكلمة جيدا مصطرة مصطرة هيا نرى الكلمة معا مصطرة أحسنتم يا أبطال إملاء صحيح هيا الكلمة الرابعة مساء مساء لنرى الكلمة مساء أحسنتم بارك الله فيكم الكلمة الخامسة غذاء هيا لنرى الكلمة غذاء أحسنتم بارك الله فيكم الكلمة السادسة وفاء 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 الكلمة تكتبها كذا وفاء هل كتبتوها بشكل صحيح؟ أحسنتم بارك الله فيكم هيا الكلمة السابعة كتابا كتابا لنرى شكل الكلمة كتابا أحسنتم بارك الله فيكم هيا الكلمة الثامنة دفترا دفترا كلمة سهلة جدا لنرى شكل الكلمة دفترا أحسنتم بارك الله فيكم والآن مع الكلمة الأخيرة قلما قلما هل كتبتم الكلمة الأخيرة بشكل صحيح؟ لنرى شكل الكلمة قلما أحسنتم يا أبطال هذا رائع بارك الله فيكم وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نراكم في دروس قادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر